ولكن خليني قبل ما اتكلم اقول دايما ان جماهير النادي الاهلي هي اللي بتصنع الفارع احنا بنقعد نحلل والمحللين كلهم بيقعدوا يحللوا في القنوات ويكلموا على اللعبة ويكلموا على الجهاز الفني ويكلموا على اللي بيحصل في الملعب ولكن اهم دور اهم دور داخل الملعب وخارج الملعب هي جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي العظيمة اللي دايما بتصنع الفارع في البداية وقبل ما اتكلم عن الماتش عايز اهنق جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي اللي سهمت بقوة بالحصول على جايزة جلوب ساكر كافضل نادي في الشرق الاوسط النادي الاهلي العظيم تفوق على كافة الاندية المنافسة ومنها اللي هو كان قريب منه لحد الاخر نادي النصر السعودي ولكن النادي الاهلي تفوق عليه وحصد اللقب ودي مش اول مرة على فكرة لكن النادي الاهلي دايما في المقدمة هو ده النادي الاهلي وهي دي جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتبقى كلمة السر في انجازات وبطلاط النادي الاهلي الجماهير اللي اصلا عارفة دورها من غير محد يقولها